اه على اول 2018 اه قبل ما اقول ما لدينا من معلومات انا معايا على التليفون الستاذ احمد عبدالهادي المتحدث باسم عيه مترو بالانفاء استاذ احمد اهلا بك يا فاند اهلا بيك يا دكتور واهلا بكل صاحب المشاهدين اهلا بيك هل صحيح ما يقال عن انه هيتم رفع للتسكرة في اول 2018 تسكرة المترو؟ نعم احنا حضاك بوانداش محضبناش تاريخ بالضبط بس طبعا غالبا يعني الاتجاه رايح انه يتم جلز التسكرة بس امتى بعد تحسين مستوى الخدمة دلوقتي احنا حاليا بنركب 850 بوابة جديدة تعمل بالنظامين اللي هو البوابات الزكية دي اه اللي هو بوابات التذكر اه تعمل بالنظامين اللي هو البوابات الزكية نظام الاشتراك اللي هو كارت الزكي وفي نفس التوقيت بالنظام تذكرة راحة الواحدة فا اول حالك احنا قلنا ان البوابات دي بعد ما يتم تركيبها والانتهاء من تركيبها هيبقى عندنا امكانية متاحة ان احنا نعمل المحطات من نظام مراحل مثلا مراحلة الاولىุ قد كده مراحلة التانية ب Sel8 قد كده التالته بقى كده بمعنى ان ماذا ما ينفعش واحد يركب من محطة حلوانه بتذكره باثنون جنيه ويركون الخط الاول ينزل محطة التحرير ويركون الخط التاني بنفس التذكره ويركون محطة العتبة ويركون الخط التالي بنفس التذكره ويركون محطة الاهرام بنصر جديدة فاحنا قلنا بعد تحسين مستوى الخدمة خدمة الخدمة جديدة فيه خمس محطات هيفتحوا العام القادم اللي هي من محطة الأهرام في مصر الجديدة لمحطة المستشارة يشان بركات اللي هي نوزها اتنين ده هتفتح العام القادم ان شاء الله و هنكون ينتهينا من تركيب التممية وخمسين بوابة هنكون ينتهينا من ازدواج المسافة من محطة المرج القديمة و المرج الجديدة وتحويل المحطة من سطحية رئلوية فاحنا قلنا بقى بالكلام ده كله ان احنا ممكن فعلا التذكرة لازم تزيد صحيح طب انا هسأل حضرتك سؤال هو احنا قدام ما يعني قدام ما يمكن ان نطلق عليه اعادة هيكلة اسعار المترو بشكل واقعي وعادل يعني مش مسألة زيادة احنا بنقول انه كان فيه خطأ في التسعير الاول انا اعرف مثلا انه التذكرة المواطن بياخدها باثنين جنيه هي فعليا بعد ما بتضيف عليها الرواتب والصيانة بتوصل حوالي تمانية جنيه يعني الدولة بتدعم تسع عشرة جنيه يعني الدولة بتدفع لكل تذكرة انا بخدها باثنين جنيه بتدفع دعم تمانية جنيه كويس طيب الوقتي يمكن ان يقول ان هناك هيكلة على نظام يعني اللي بيركب اثنين وتلاتين محطة لا يتساوى بلا هيركب محطتين او محطتين تمام يعني اقصد انه الشغل بيتم في وزارة النقل بهذه الفلسفة وبهذه الفكر او اتجاه فعلا اتجاه معاي وزارة النقل ان هو يقف 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 لنفس الدراسة المساهمة على هذا الاساس ان يتم نظام مراحل مرحلة اولى بيصلا بدقيتها اتنين جنيه مرحلة تانية بحطت كذا لمحطت كذا فهو ده اتجاه بيجينا من وزارة النقل فهو الرأي الاول والاخر بيقف ايد وزارة النقل بالزبط لكن حاليا تسعب اتنين جنيه ما بيش اي زيادة في الوقت لكن اقصد انه لم يتم تحديد موعد بعد عندما يتم الانتهاء من 850 بوابة الكترونية وانه يتم تحسين الخدمة هيتم يعني انه هزي الاسعار الجديدة للتزاكن نحن نتوش اي موعد حاليا نفيش موعد ولا اي موعد بالكلام ده احنا قلنا ايه عندنا اتاحة ان احنا نعمل كذا هو ان الصحافة بقى اصكروا ان احنا بنقول هنعمل كذا احنا في اتاحة البوابة الجديدة لا ما احنا احنا هو سوز احمد الصحافة فبنسأل عشان تنتأكد طيب انا بشكر حضرتك جدا اه سوز احمد المتحدث باسم هيئة مترو الانفاء اشتركوا في القناة